موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عائلة علي الجبوري الأبطال عائلة السادس بعد التطور الملحوظ بدرجاتكم وخلصنا المنهج سنبدأ بسلسلة شروحات المن للوزاريات من سنة 2014 لغاية 2023 دور الثالث سنشرح الوزاريات بحسب الأفصل من القطع المفردات أدنى القواعد وأدنى الاختيارات ثم بعد ذلك سنلتحق بمن بالأدب سنبدأ بأول محاضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عائلة السادس الإعداد الأبطال يا رب تكونون بخير اليوم سنبدأ بالوزاريات المحاضرة الأولى الخاصة بالفصل الأول مقسمة لقطع الكتاب القواعد الاختيارات الإملاء هذا واحد اثنين رح ناخذ القطع ونبدأ على أساسين شو نسوي نترجم ونشوف السنوات اللي يجي بها هذا السؤال وطريقة السؤال للسؤال أربع طرق إما صحة وخطأ إما فراغات إما سؤال وجواب إما راح يكون اختيارات نجي للسؤال الأول وهو what does مصطفى's mother suffer from راح أخلي لك دلائل بالسؤال انتبه على الفعل سفر سفر بمعنى يعاني أو تعاني إذن السؤال يقول من ممه تعاني أوكي والدة منو مصطفى من شنو تعاني انت لازم حافظ جوابك كلمة واحدة دايباتيز من شنو تعاني تعاني من مرض السكر دايباتيز مرض شنو السكر هذا السؤال تمهيدي 2014 وتمهيدي 2021 زياد شوف كلمة منو كلمة سفر جوابك راح يكون كلمة شنو دايباتيز إذن تخليه لك دليل على السؤال حتى تعرفش منو مكون السؤال زياد استاد اقدر اقول she suffers from كلش ربيعي ليش لان هايها سفرز انوال موجودة بواحة موجودة بالسؤال نفسها نزلناها إجابتي منو كانت إجابتي كانت دايباتيز خليها لشي ببالك لان بعد ما عيدة بالأسئلة الجاية نجي للسؤال اللي بعده وهو why was the mother proud of مصطفى السؤال يقول لماذا الام فخورة بمن؟ بابنها شنو اسم ابنها؟ اسمه مصطفى ليش الام فخورة بمصطفى؟ عندك دور اول 2014، دور اول 2015، دور ثالث 2017، وعندك دور ثالث 2020، إذا هذا من الأسئلة المهمة جوابك هذا الجواب مصطفى راح يكون بسبب كان هادئا وذكيا وانقد حياتها إذن الجواب سيكون بسبب كان هادئاً وذكياً وأنقذ حياتها لذلك هذا يعتبر من الأسئلة المهمة جداً جداً نجعل السؤال اللي بعده وهو مصطفى هاد توستاند اون دي تشير تو السؤال يقول مصطفى افطر او توجب عليه الوقوف على الكرسي فراغ هذا يجي مرة سؤال وجواب ومرة يجي فراغ الإجابة واحدة يا سنة ايجا هذا الدور الثاني 2014 دور الثالث 2015 والدور الأول أحيائي 2020 مصطفى ليش وقف على الكرسي الجواب مالتك وهو تو اوبن ليفتح الباب الأمامي للمسعفين يلا ليفتح أوكي ليفتح الباب الأمامي المن للمسعفين هذا جوابك إذا جاء صح وخطر إجي فراغات إجي اختيارات إجي سؤال وجواب هذا جواب مالتك رقم أربعة مصطفى ايش بي فاوند هز ماذر وجد أمه فاوند وجده مصطفى اوكي وجده ماضي وجد أمه زين نجي هسي ونلقاها ناطيني ثلاثة اختيارات هذا يجي دور الثالث 2014 ونلقاها جوابك هيكون البي لازم أنت فاهم شنو البي في غرفة نومها اوكي ونلقاها بالبيدروم شنو البيدروم غرفة النوم أحفظ الفعل فاوند فاوند معناها وجده حكتبك يا علي فوق فاوند وجده روح للسؤال الخامس هاو ديت باراماديكس تريد مصطفى's mother السؤال يقول كيف اوكي عالج المسعفين والدة مصطفى شون عالجوها شون تعرف إت أحفظ كلمة تريت كلمة تريت شنو معناها يعالج شو وقت يجي 2014 الدور الثالث 2020 الدور الثاني أكو سنوات احنا هم كتبناها لأن أكثر من مرى ورد وزاري وأكو سنوات كتبناها فأكتب كل الأحوال ما طول ورد وزاري مطلوب منك إذن الجواب هذا they تريت هر عالجوها يبدي جواب مننا من كلمة buy buy injection to raise her blood sugar يعني بحقنة أعطوها حقنة أوكي شطوها حقنة ليرفعوا مستوى السكر في الدم لا تجي تكتب إنسولين يطيق صفر إنسولين تموت لا تجي تحط كلمة إنسولين بس كلمة منه إنجكشن كلمة إنجكشن أنا وضحت لك آه هنا سؤال رقم 6 مصطفى's father was suffering from diabetes هذا تمهيدي 2015 والد والد مصطفى اش بي كان يعاني من من السكر صح لو خطأ كيد فولس هو منو لعد اللي يعاني أمه مو أبوه أوكي فولس خطأ إذا من اللي يعاني من السكر الأم اللي هي لطيفة نجي حسيه سؤال رقم 7 نجي six dolphins الدلافين الستة هو محدد six dolphins الدلافين الستة وزاري 2015 دور أول 2020 دور ثاني للأحيائي لأنه بوقت كان الأسئلة مقسمة أحيائي تطبيقي أدبي سنة 2020 بسبب فيروس كورونا نجي حسيه الدلافين الستة شنو كانت وظيفتها بايت دي شارك عبت القرش لا made a lot of noise سوت ضوضاء كثيرة لا لحت شنو ابروتيكت الطارق بروتيكت معناها حمت أنقذت أو حمته منو الطارق بسيطة جدا الفهم القطعة رح يجاوب بالمناسبة لا تضلت تعتمد على الأسئلة الانطيقية الأستاذ لا افهم القطعة القطعة فهمة أحسن من ألف سؤال رقم ثمانية انتبه على أداة السؤال أرجع وأقول لك انتبه على أداة السؤال إذا انطاني هنا هو هو للعاقل أوكي هو رسيكيود انت أحفظ كلمة رسيكيود كلمة رسيكيود أنقذ يعني من 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 الذي أنقذ طارق آن إذا أحكي هو له أداة سؤال للعاقل اللي يكتب دولفنز يطي خطأ لأن آن إذا أشتغل على العاقل تمهيدي 2015 دور ثاني العبو دور ثاني 2015 مستعش وتمهيدي 2019 من اللي أنقذ طارق تقول جميل العلوي من تقول راح نقول جميل العلوي زيان نجي لو هنا راضي طلع عضلات علي وبدل أداة السؤال قال لي زي طارق من الذي أنقذ زي طارق من جوابك هنا يعني غير العاقل راح تقول لذول سيكس دولبين الدلعفين الستة تمام تمام نروح السؤال رقم تسعة أنت لازم تعرف أداة السؤال وير يعني أين وير أين وأحفظ كلمة فاين السؤال يقول أين وجد مصطفى أين وجد مصطفى والدته أمه شوف هذا السؤال قد متكرر 10-15 دور ثاني 10-16 دور ثالث 2018 دور ثالث 2020 دور ثاني تكميلي يعني دور ثالث 2022 دور أول أحيائي هذا السؤال جوابه بسيط هذا من بس تقول he found he found his mother من her bedroom still asleep يعني وجد ها وين في غرفة نومها أوكي شون لا تزال نائمة أحفظ لا تزال نائمة نجيلي السؤال رقم 10 زي طارق ووز تمهيد تمهيدي 2020 للعلمي و2015 الدور الثالث زي طارق ووز كان زي طارق سباح ونسي في عطلة تعمل في مصر لا سأقول on holiday لأنه هو tourist سائح والسائح يروح شنو بعطلة إذن هنا on holiday كان في عطلة وين كان كان بعطلة سؤال رقم 11 what was زي طارق doing أحفظ أداة السؤال what ماذا كان يفعل زي طارق when the shark attacked him عندما هاجمه القرش هذا 2015 وخمستعش دور أول خارج القطر و2017 تمهيدي إجاب طريقتين طريقة السؤال والجواب وطريقة الفراغ طريقة الفراغ 2016 بكل أحوال إجابة ماذا كان يفعل ماذا كان يفعل من هو زي طارق عندما هاجمه القرش شنو كان يسوي من هاجم القرش عندك جوابين جوابين صحيحة كان مستلق على فراشه المطاطي نفس الجواب كان يعوم في فراشه المطاطي احنا عم يسوي بتشوب نجي هسا سؤال رقم 11 مصطفى تبع على هذا السؤال مصطفى سفرز فروم هاي هاي بلود شقر تعاني من ارتفاع مستوى سكر الدم هذا جاي بس خارج العراق أوكي يا سنة 2015 الدور الثاني ومصطفى ما تعاني من ارتفاع تعاني من الخفاض اذا اهنان بدل يا كلمة لوقاي اللي فروم لو بلود شقر راح اقول لها true لكن لي انقال كلمة هاي يعني عالم ارتفاع اوكي راح نقول لها شنو راح نقول خطأ انتبه بالتغييرات ما للسؤال باو من اقول لك فهم القطعة احسن من الف سؤال هذا الدليل سؤال رقم 13 مصطفى 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 اوكي اشبي بازل احفظ هاي الكلمة وهي تجي كمنادفات وملا بازل معناها كان بازل متحيرا ليش بسبب ان امه شبيها اي هذا جاي تمهيدي 2016 الان 16 الجواب بكوز مصطفى 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 وتساعده على ارتداء شنو ملابسه اوكي زيان نجي هالس سؤال رقم 14 لماذا لماذا صرخ طارق لماذا صرخ صرخ طارق شوف دور اول 2016 2020 دور اول تطبيقي لك ثلاثة اجابات مصطفى انت سوبرمان وتكتبني ثلاثة ينطيك خطأ انت محيرة اجابة واحدة كلش كافية الاجابة الاولى شنو معناها شنو معناها لان القرش شبه عظه من دراعه عظمين من شتفه الجواب الثاني or كان يفقد كان يفقد كان يفقد كثيرا من الدماء ثلاثة or because he thought he was dying او انه كان يعتقد على وشكل موت رح يموت موت اكتبني ثلاثتين واحد بس كلش كافي نجي السؤال رقم 15 وهو what did مصطفى تال احفظ كلمة تال احفظ كلمة تال مرات يبدلوها يطوق سي سي ماذا اخبر مصطفى عاملة الطوارئ ماذا قال لها احفظ كلمة امرجنسي اوبريتر معناها عاملة خدمة الطوارئ 2019 الدور الثالث 2016 الدور الثاني يقول لها ماي مامي السيك انشي نيتس ا داكتر نصا وزاري يحفظ موجود بالكتاب امي مريضة بعد وتحتاج لطبيب وتحتاج لطبيب سؤال رقم 16 هذا هنا اختيارات اجي 2021 الدور الاول للادبي 2016 الدور الثاني وين زيطار got back to dryland وهم اجي فراغ سنتي الـ 2016 تبه شوف هاي الطريقة فراغ واختيارات فراغ هذا فراغ والطريقة الثانية اختيارات معناها عندما عندما اعيده اوكي خلني ارجع نكتبه مجديد عندما عندما اعيده مصطفى عندما اعيده مصطفى وين الى اليابسة مراجعوه لليابسة وين السولة عندنا الجواب رح يكون to get medical intention معناها اخذ المن للعناية الطبية رح يجي طالب يصير ابو زيد الهلالي علينا ويكتبتو hospital ها بس اكتبتو hospital لان بالكتاب ما مكتوبة hospital صح موجودة بالقطعة بس بالتمرين ما موجودة فلا تطلع من قلبك عيوني لا تطلعون من قلبكم مثل ما موجودة الاجابة كتبها هاي موجودة عندك الاجابة بكتاب النشاط صفحة سبعة جملة رقم ستة نرسل ثلاثة اختيارات لاختياره اللي هو سي يعني لم كيفك تطلع ماشي عيوني ماشي نجي السؤال رقم السبعة 2017 زيد طارق 2016 الدور الثالث يقول زيد طارق اش بي عظة اوكي من قبل القرش العفو من قبل الدلافين من قبل منو الدلافين عظة من قبل الدلافين ايه الدلافين يتعاض اذا خطأ منه زي طارق عظه من قبل الشارك اللي هو القرش سؤال رقم 18 وهو مصطفى زبلود شجر شوية انتبه لو شوية تركيز دي يقول مصطفى لا جاب أبو ولا جاب أمة زيان هذا يا هو الدور أول 2016 خارج العراق من أصعب الأسئلة اللي مرت باللغة الإنجليزية اللي هي عسئلة خارج القطر سنة 2016 يقول اهنان مستوى السكر لدى مصطفى لدى منه مصطفى انخفض جدا هو مو هو انخفض مستوى السكر زيان رح ندي السؤال رقم 19 رح احوط لك السؤال بس بعد السنوات اللي جاي بيه كالتال 2016 دور ثاني خارج العراق 2017 دور اول 2018 دور اول خارج العراق 2020 دور ثاني تطبيقي ادبي 2021 دور ثاني احيائي 2023 الدور الثاني لماذا ام مصطفى فقدت وعيها لماذا كانت فاقدة للوعي او لماذا فقدت وعيها يا ابا ليش وقدت وعيها لشوفوا السنوات اللي جاي بيها because الجواب بسبب the level مستوى السكر of her blood sugar اللي موجود بدمها dropped very low انخفض جدا من يخفض مستوى السكر عند الانسان شرح يصير رح يصير اغماء فقدان للوعي اذا بسبب شنو بسبب مستوى بسبب مستوى السكر في دمها انخفض جدا اوكي هذا السؤال دتشوفون السنوات اللي اجا بيها رح نروح للسؤال رقم 20 السؤال يقول how did مصطفى open the door for the paramedics قد شوية خدناه فراغ السؤال وجواب شون مصطفى كيف كيف مصطفى شبي فتح الباب للمسعفين شون فتح اليوم الباب سنت الالفين وسبوطعش تميدي الفين وواحد وعشرين الدور الاول التطبيقي شا حيكون الجواب هي stand on the chair بس لهنا لهنا ينتهي الجواب اما الباقي من جابه جابه من السؤال وقفا على الكرسي ليفتح الباب للمسعفين السؤال رقم واحد وعشرين يقول زي طارق was rescued يعني انقذه منه طارق منه اللي انقذه two children لو عندنا احنا هنا buy c من قبل منه من قبل البحر سهل شون ستاد انقذه من قبل البحر وهذا اجي سنت الالفين وعشرين زياد شنو انقذه من قبل البحر هوش كاتب لك buy c هسه شنو سي البحر هنا يا عزيزي القارب وان يمشي بلا زحم عليكم غير يمشي بالبحر اذا يقصد بيها buy boat انده سي بواسط القارب على البحر يعني اكو اسئلة استنتاجية لازم اطالي ويفهمها سؤال رقم اثنين وعشرين was zaytارق bitten by the shark شوف هنا سؤال شوف ما طول ما بيدا بيادات سؤال جوابك لو يس لو نو شوف السنوات 2017 دور ثالث 2020 تمهيدي ادبي 2021 التمهيدي السؤال يقول هل عض زيد طارق من قبل القرش والله حراماته تروح درجتين الجواب yes he was نعم هو كذلك عض القرش سؤال رقم ثلاثة وعشرين يا سنة دور اول 2017 خارج العراق وهو مصطفى's mother was unconscious because كانت ام مصطفى كانت والدة مصطفى ايش بيها عيوني فاقدة للوعي يابا ليش فاقدة للوعي نفس الاجابة خذناها بهذاك السؤال اللي قبله وهو لان مستوى السكر في دمها انخفض جدا بس هالمرة ايجا فراغ لان مستوى السكر في دمها انخفض جدا هس عرفيت اذا انا اذا اثبت لك انه السؤال ما رح يجي بطريقة واحدة اوكي البحر افجار تبعي على اللفظ اربعة وعشرين كتال كتال هذا السؤال بس باوع له كم سنة وزاري تبس لاحب سبوة عشر دور ثاني خارج القطر خارج القطر يعني خارج العراق مكتوبة فيانوثمنتعش تمهيدي الفين وواحد وعشرين دور ثاني تطبيقي ادبي والفين واثنين وعشرين دور ثاني يعني هذا حار بعده زيان نيجي هسي كيف المسعفون اوكي نو عرفوا شو عرفوا انها انها مصابة بالسكر هس تعالي شون عرف الشخص اليوم مصاب بالسكر الجواب كتالي لاحظ لاحظ دينيو عرفوا شو عرفوا الجواب يبده مننا when they spotted spotted يعني لاحظوا شافوا اوكي وجدوا اوكي لاحظوا وجدوا شنو شافوا هير انسولين يوزرز اندنتيتي كارد شنو هاي البطاقة التعريفية المن لمستخدمي الانسولين بالعامية من الشريط سؤال رقم خمسة وعشرين وهذا السؤال الاخير بهاي المحاضرة وهو what did the shark do to zaid احفظ هذا الفعل يعني ماذا ماذا فعل ماذا ماذا فعل القرش المن الزيد الزيد السوال هذا السؤال 2018 دور اول 2020 تمهيدي عم بعد حار سوال القرش برعيك انت برعيك سوال القرش ها خلا ينهزيم الجواب بس هذا يعني ماما اقوله طالب يعرف يحفظ ثلاث كلمات but his arm عظه من دراعه عظمين من دراعه اذا احباء الطلبة لهنا تنتهي المحاضرة الاولى من القطع بعد اكو ايه بعد بعد اكو حتى مصر مطول عليكم الملتقى ان شاء الله بمحاضرة ثانية مع السلامة